طيب الجزائر الأخيرة في هذا الموضوع فيه جروب معمول للمحاضرين الأفارقة وفيه عليه عدد كبير جدا من الحكام الحاليين الدوليين أو المحاضرين السابقين أو المحاضرين الموجودين في الاتحاد الإفريقي مش عارف ليه كابتن عصام عبد الفتاح زعل وقال اللي أنا قلت وده خبر كتبته واتكلمتي فيه مبارح إن أنا قلت إن الاتحاد الإفريقي أو لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي قالت إن الهدف ده سليم أنا ما قلتش لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي أنا كتبت نصا قلت المحاضرين الأفارقة خبراء اللعبة أو خبراء التحكيم في الكرة الإفريقية أنا كاتب نصا كده ما قلتش لجنة الحكام قلت حالة كانت موجودة ويتناقشوا فيها وتعمل فوت ومعروف إن لجنة الحكام في الكاف أو الفيفا من خلال البورد لما بتحطلهم حالات تحكمية وبيحصل فوت وبيحصل تصويت عليها الناس بتقول قراءها عشان الكلام يبقى مصدق عشان أنا ما بقولش أي معلومة مرسلة والكابتن عصام النهاردة تكلم بإسطوب وبطريقة لا تصح ولكن أنا مش هرد عليه بنفس الإسطوب الكابتن عصام فيه 15 خبير دخلوا علقوا ودوا تصويت على اللعبة شوف أنا بقولك بالعدد 15 واحد 11 قالوا الكرة هدف 4 قالوا الكرة تسلل ومن ضمن الأربعة كان حضرتك وبعدين حركة لو قلت تسلل زعلان ليه أنا قلت اللي حركة قلت تسلل ما فيه حكام ومحاضرين دوليين طلعوا وقالوا تسلل زي كابتن أحمد الشناوي هل حد قالوا حاجة على الكابتن الشناوي ما هي لعبة تحكمية ممكن يكون فيها التبايل للأراء لكن أنا ما بقول معلومة بقول معلومة يعني موثقة ومتأكد منها جدا والحمد لله الواحد عنده علاقات بكل المسؤولين سواء في لجمة التحكيم في الكاف أو كل المحاضرين اللي موجودين في الاتحاد الإفريقي أو كل خبراء اللعبة اللي موجودين على الجروبات الخاصة بالحكام الأفرقى فبالتالي أنت قلت تسلل عايز تطلع تقول عكس كده وتقول رأيك في اللعبة نسمع ما عندناش مشكلة لكن أنا واثق من المعلومة بنسبة 100% الحاجة الأخيرة بلما أطلع فاصل مبارح لما اتكلمت على الكابتن توفيس سيد اللي قصده أن أنت دايما تبقى زي رئيس اللجنة تتعامل مع اللجنة دون النظر لأي ألوان وأي اتصالات تجرى في هذا الموضوع لا يتم الرد عليها لأن الكلام اللي تقل قبل كده الناس مبارح شكت أن في بعض الوجوه الأديمة ممكن تكون دخلت اللجنة وحصل التعديلات على التعينات اللي النهاردة هنشوفها في مباراة الدوري فبالتالي منعا لأي جدل ومنعا لأي إحراج أكيد كل واحد أكيد لازم يشتغل ويركز في عمل اللجنة ولا يتلقى أي اتصالات لمن أزرق أصفر أخضر أحمر أبيض من أي حد زي ما رئيس اللجنة بيعمل كده مولوش ألقى بأي جهة في الكورة إلا لجنة الحكام ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علاب أكيد أكيد مهم جدا أن باقي أعضاء اللجنة لازم يكونوا ماشيين على نفس خطى رئيس اللجنة وإحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في الكابتن توفيه السيد أنه هيشتغل لوحده مش هيسمح بأي تدخل سواء من مدير اللجنة سابق أو أي وجه جديد ممكن ينضم لأن أنت المسؤول عن التعينات قدامنا فبالتالي هنشوف الفترة الجاية التعينات دي هتكون سليمة ولا مس سليمة لأن احنا هدفنا الحفاظ على صورة وهيبة التحكيم المصري أيا كانت الأخطاء اللي ممكن تحصل في الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر